ايه مخاطر السمنة انت بتقول ان السمنة مرض لا ده بيأثر على كافة اجهزة الجسم يعني السمنة او البدنة هنكلم برضو زي نعرفها تاني في احد المخص ثاني غير الوزن والطول في منقيس محيط البطن بالسانتي ما سابق بين البطن ومحيط عند الفخزين او عند الحوض يعني او قاد بنقيس محيط الساعد او قاد بنقيس سمك جدار الجلد سواء في الزراع او في البطن ونشوف سمك الجدار قد ايه ده من احوال كل دي كلها مخيص للسمنة يبقى زي ما قلنا السمنة عبارة عن زيادة في الوزن عن الشيء المثالي وحددناها قلنا فيها درجات فيها وزن زائد او سمنة سمنة متوسطة او في سمنة مفرطة اللي هي فوق المواشرة الكتلة الجسدية فوق الاربعين طيب اما بيجي لنا عيان عنده سمنة بنعمله ايه من التحاليل اللي هي بنحتاج نشوفها له بنضطر نقيس له السكر في الدم بنقيس الدهون في الدم بنعمله وظايف كبد بنعمله الهيموجلوبين السكري اللي هو الهيموجلوبين دي من الحكايات اللي احنا بنعملها للانسان ليه ليه الكلام ده كل اللي بقول السكر والهيموجلوبين السكري وناخد وظافة الكبد لان من الاعضاء اللي بيأثر فيها دايما السمنة هي الجهاز الهضني والجهاز يعني السكر والضغط والحكايات دي كلها الاجهزة الاخرى بنجد ان السمنة بتأثر اكبر من الاجهزة اللي بتأثر عليها القلب والاوياء الدموي القلب هيعمل ضغط يعمل تصلب شرايين تصلب شرايين في القلب يعمل الزبحات الصدرية لو جات في الاطراف تعمل اللي هو ضمور في الاطراف او بتعمل غرغرينة لو جات في شرايين المخ تعمل جلطات المخ او نزيف المخ او قصور في الشرايين المخ والنسان بيصاب بعض النوبات اللي هي بتؤثر قد تؤدي الى شال النصف على حد كلها بتؤدي الى مرض السكر الناس اللي عندهم سمنة عرضة اكتر لمرض السكر يبقى عرضة ان يجيلوا ضغط عرضة ان يجيلوا سكر مع السمنة اصبح فيه ثلاث اسهم تخلي لو ان ضربت الجسم بسهم بيوجع بسهمين بقى اكثر حدة بقى ترت اسهم بقى الحدة اكبر بيأثر على الجهاز التنفسي يجيلوا العين يجيلوا كرشة نفس بالليل احيانا او او يمشي ترقيه بينهج او يوطي يربط الحزاء ترقيه بينهج مش قادر يجي يمشي مجهود بيقل ده في الجهاز التنفسي في الجهاز الهضني هنجد ان الناس اللي عندهم سنة مثلا في المريق ده بيجيلوا مرتجاع مريق عندهم اكثر بنيجي في المرارة الناس اللي عندهم السنة حصوات المرارة عندهم اكثر ومشاكل اما بيجي في الكبد بقى بيؤديني الى الكبد الدهني وقد يتأثر هذا الى نوصل للتهابات في الكبد يوصل الى تريب في الكبد ويؤدي في الاخر نتيجة فشل الكبد كما زي بالضبط فيروس بي المو بيصيب الكبد بنيجي على الامعاء والقولون ده ان الناس اللي عندهم السنة اكتر عندهم اورام في القولون اكتر هتقول اورام ليه في القولون لان دول بيأكلوا دايما النشويات الحياة اللي فيش تأليها في النباتية كتير جدا فبيبقى عرضة لسرطان القولون اكتر بيبقى عرضة لسرطان السدي في الستات اكتر عرضة لبعض السرطانات الاخرى برضو هما عندهم بيبقى اكتر من الاجزاء الاخرى يبقى داع الجهاز الهضم حتى الجهاز التناسولي بنجد ان الستات اللي عندهم سمنة يبقى عندهم مشاكل في التبويض اوقات بعض المشاكل في العقم مشاكل اثناء الولادات مشاكل مختلفة كثيرة جدا قد تجي لهم برضو اورام في الرحم وبعض المشاكل الاخرى لو بصينا للجهاز الحركي السمنة هتقدي الى هتلقي اعتاكل في المفاصل وعوقات خشونا في المفاصل وقلم في المفاصل تؤدي الى وجع الظهر مشاكل جدا كثيرة فيه برضو العظام نتيجة والمفاصل نتيجة السمنة حتى نفسيا تجد الناس اللي عندهم البدانة بيصاب بعض الامراض النفسية يمكن ابسطها خالص ان بتجي الواحد مثلا عاوز تلبس ما تلاقيش معسها مش لايش شيء حاجة تلبس فده بيؤدي الى بعض العامل النفسية حتى الجلد بنجد الناس اللي في عندهم سمنة بيقى فيه عندهم البصور او الحاجات الخرارية اللي بتطلب في الجلد كتير بيحصل ما بين سناية الجلد التهابات وفطريات الحقيقة يعني السمنة بتؤثر على كافة اجزاء الجسم بلاستثناء مرضى السكر زي ما قلنا ممكن يبقى السكر في الناس سمنة عندهم اكتر ومشاكل في الناس دول بيبقوا مقاومين للانسولين ما باستجابوش للانسولين كتير نتيجة السمنة اللي هي الموجودة عندهم بيكون فيه حاجة اسمها ميتابوليك سندروم بيبقى بعض الحاجات العراض كده بيبقى سمنة وضغط وبعض المشاكل ومشاكل في مقاومة الانسولين والحد كلها مجموعة عراض كيف برضو تيجي دي هذا الانسان ما نقصد دايما نقول ليه انا بتكلم في مخاطر السمنة دي عشان بننبه الناس لحاجة مهمة جدا لان احنا في الكبد عندنا المشاكل بتؤثر كتير جدا وكثيرا ما يأتي لنا بعض الناس جايب مع موجات صوتية وفيها الكبد مترخم او يقول لك دهون على الكبد هي الاستنوار ما بيشوفش الدهون ولكن هي بسموها لمعان في الكبد او بريق دايما اما يكون الانسان فينا في سمنة في كمية الدهون والموجات الصوتية بتخش بتخترق الجسم بتبدأ تنعكس على الكبد بتسميه الكبد البراق او اللامعة لكن هي مش دهون دهون الحقيقة احنا ما بنشغل ستسمنا لازم اخد عين من الكبد واقول لو فيه كبد دهني بنشوف كمية الدهنية اللي هي داخل الخلايا الكبدية وبنحسب ها بالضبط فبيجينا دايما المشاكل في الكبد الناس من زمان من بداية التسعينات الناس في العالم ادركوا خطورة السمنة وبرو يقول يا جماعة حسبوا السمنة فيها شيء من خطورة